صار وقت نبدأ معكم بفقرتنا الطبية الأمراض الانتانية بتتعدد وبترتبط غالباً بجهاز المناعة اليوم ضمن فقرتنا الطبية رح نحكي عن الفطور وأنواعها وبالإضافة لآلية العلاج تماماً وبدنا ننوح أنه في كتير عوامل بتلعب دور بظهور هالفطور ورح نعرف التفاصيل الطبية الكاملة حول هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور وحيد رجب بيك الاختصاصي بالأمراض الانتانية يسعد صباحك يا دكتور أهلا وسهلا فيك معنا لليوم يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا دكتور خلينا بداية نتعرف من حضرتك شو نقصد بالأمراض الانتانية الأمراض الانتانية أو الأمراض الخمجية نسميه هي الأمراض اللي بيكون في عندي عامل ممرض عامل ممرض انتاني العوامل ممرضة الانتانية عندي أربع أشكال عندنا الجراسيم الفيروسات الفطور والأوالي أو الطفيليات إذن تكون عندي عامل ممرض من هدول الأربعة بسمي عندي خمج أو انتان غالبا يلي بيرافق المرض الانتاني بيرافقه عادة ارتفاع بالحرارة ارتفاع الحرارة بيختلف بين شخص وشخص مثل ما تفضلتي بالبداية المناعة أو الارتكاس المناعي للجسم هو اللي بيحدد حجم الارتكاس تجاه العامل الممرض يترى العامل الممرض اسمه ممرض يترى لحيعمل مرض ولا ما حيعمل مرض كمان حسب الكم من هدول هالعوامل الممرضة اللي بيدخل الجسم لحيكون في عندي قابل للأمراض أولا لا اتنين يا ترى الجهاز المناعي لحيتصداله ويقضي عليه ولا حيعمل لي مرض بمواصفاته الكاملة تمام حضرتك الدكتور ذكرت احدى الانتانات اللي ممكن تصيب الجسم هي الفطور خلينا نحكي شو منقصد بالفطور وين منشوفه وكيف لاحنا نعرف انه هذا شيء انتاني هلا الفطور هي عوامل من العوامل الممرضة واحد من العوامل الانتانية الممرضة الفطور عوامل موجودة ومنتشرة بالبيئة وبالطبيعة وبكل الأوساط موجودة في قسم كبير مننا غير ممرض وفي قسم ممرض في قسم مننا سام موجود بالبيئة في قسم منيح وفي قسم ردي ما منيح القسم المنيح مثلا هي اللي بعض الانواع الفطوري اللي بيطالع لي صادات حيوية يعني مثل اذا كان عندك ليمونة بالبراد وعفنة هيلعفونة هي شغلة ايجابية وليست سلبية في عندي السيفالسبوريوم اللي بيطالع لي دواء واحد من الادوية المضادة التيابة اللي هو السيفالسبوريوم اللي هنيك البنسيليوم اللي طالع لي البنسيليوم طبعا في عناصر سلبية بالفطور في شي اسمه الذيفانات ذيفانات الفطرية ممكن تنوجد بعدة اشكال بتتراكم بالتوابل بالمكسرات بالفواكي بالعصيرات هدول بيكون عندي فطر وطالع ذيفان هذا الذيفان قد يكون سام قد يكون سميته عالي كثير فلازم ننتبه نحنا للامور انه هذا يعني يترى هالنمط من الطعام اللي شفناه نحنا انتزع يترى فيه فطر والفطر عم يطالع ذيفان والذيفان سام لاموسان كثير بدي ينتبه لا يكون طعامي صحي وما له ما له متغير اذا الفطور موجودة بالبيئة وطيف واسع كثير وما في شي ضد الفطور الفطور الى ما رأى كثير بالرطوبة بتحب الرطوبة لذلك نحنا وين منشوفها مثلا بالحمامات منلاقي زوايا من الزوايا المنظر الخيوط السودا مثلا صحيح الفطور بجسمنا نحنا اماكن الرطوبة بنلاقي فيه عنا تراكم اماكن الرطوبة الخاصة عند السكريين عند البدينين اماكن الثانيات كل اماكن الثانيات بنلاقي تراكم فطور بنلاقي طبقة احمرار وبلشت الحكة فيها وبلشت تأشر هاي شكل من اشكال الاصابة الفطرية طبعا فيه انواع كثير من الفطور أشيح الفطور بالاصابات بالنسبة لنا طبعا فيه فطور جلدية وفيه فطور لا عم بتصيب الجسم ككل تماما فأشيح الفطور هي المبيضات البيض المبيضات المبيضات هي اللي بتصيب عادة اي نقطة بالجسم ما نشوفها عند كل يلي وكل واحد بياخد اصادات حقيقة او دواء التهاب لاصابة ما لحيلاقي على لسانه طبقة بيضة او لحيلاقي بالبلعوم طبقة بيضة اللي هي شكل من اشكال اصابة بالمبيضات يلي عندهم خلل مناعي لحيكون عندهم اصابات بهالانواع من الفطور اكثر من غيره فالجهاز المناعي وارتكاسه هو اللي بيلعب دور مهم انه انا لا حالصاب ولا ما حالصاب بهالنماطس من الامراض تماما هون الفطور في دور للوراثة خلينا نقول مثلا منسمع اوقات انه حتى زمرة الدم تلعب دور مثلا عند اشخاص معينين انه تكتر عندهم او يصابوا بالفطور اكتر من غيرهم هون قديش هذا الموضوع صحيح خلينا نقول هذا الموضوع ما في ارتباط الحقيقة الوراثة ما لا ارتباط صميمي او زمرة الدم ما لا ارتباط بهذا النمط من العوامل الممرضة انما مثل ما قلت نمط الارتكاس المناعي يعني انا مناعتي منيحة جيدة طبعا كل الناس مناعتهم جيدة صفة استثناء قليل اللي بيكون في عنده خلل مناعي يعني واحد من الخلل المناعي اللي بيزيد نسبة الاصابات الفطرية هو الداء السكري او استعمال ادوية نمط الادوية يعني اللي عندهم اصابة رثيانية اصابة بالمفاصل او اي اصابة بدها تحديد او اللي بناخد فيها علاجات مناعية ان كان كورتزون او الادوية اللي تحت الكورتزون الادوية القامعة للمناعة هدول كلهم مرشحين انه يصير عندهم انتعاد يلي بياخدوا الادوية القاتلة الخلايا اللي عندهم اورام سلطانات كمان هدول مرشحين اكتر يلي بيركبوا مواد لدنة او بلاستيكية يلي بيحط قصطرة ان كان بوريد او ان كان بورت وقت منحطه مشان حقن الادوية تبع الاورام او اني بيركبوا قصاطر بولية اي شكل اي مادة بتوضع بالجسم هي مؤهب لتراكم المواد الفطرية عليها تماما ان حضرتك دكتورة ذكرت نقطة كتير مهمة انه الجهاز المناعي بيلعب دور كتير بجسم الانسان لحتى يكون في اصابة او لا الاصابة تكون خفيفة او لا تكرر خبرنا اكتر كيف نحنا لحنا نعرف انه جهازنا المناعي فعلا هو سليم منيح عالي لحتى انا اصابتييني ممكن تكون مرة بالسنة او تظهر مرة ومعد تنعاد هلا كل واحد فينا القاعدة انه يكون الجهاز المناعي سليم كيف يتم التحقق ها التحقق انا انا طالما ما عندي اصابات جرسومية وفطرية ومنسميها امراض انتانية انتهازية في نمط من الاصابات بنقول هذا يعني مريض الايدز ليش هذا عنده خلل مناعي عنده خلل مناعي بيخلي بمرحلة من المراحل ينصاب بنمط من الاصابات نسميها اصابات خمجية انتهازية بيصير في شي عندي في شي المتكيس كاريني او جيروفيزي الاصابات السلية وهالانماط من الفطور فهالنماط من الاصابات بيقول لي انه هذا عدد الكوريات البيضي اللي بتشتغل على مستوى المناعة يبدو بيكون نازل اما الشخص العادي من طفولته الاولى اخذ من امه كمية من المناعة اخذها من الام خلال حياته الاولى اخذ اللقاحات لحينصاب هذا الطفل خلال فترة حياته بعدة انتانات منعرفها انتانات الطفولة كل هاتنا منعرفها ومرأنا فيها هذا كله تشكيل مناعة بهالمراحل اذا المناعة عم تتشكل بشكل تدريجي حتى نوصل لسن الكهولة وبيكون احنا مناعتنا منيحة ومكتملة اما انا طالما انا ما عم بشكي من امراض بشكل دوري دوري فانا مناعتي جيدة وما انا مشكلة انا انصبط بقريب انفلونزا قعدت معي يوم اثنين اثلاثة جمعة هذا الشي طبيعي اما يقعد انا لعندي الانتان 15-20 يوم شهر هذا مو طبيعي ابدا مناعة هم فيه خلينا نحكي اكتر دكتور عن رحلة العلاج لما يتم تشخيص شخص انه هو مصاب بنوع من انواع الفطور كيف تبلش رحلة العلاج هالعلاج بياخد وقت كتير طويل اكيد ويختلف يمكن من حالة لاخرى بس هيك بشكل عام تعطينا لمحة يعني بسيطة عن هذا الموضوع قبل كل شي بدي اشخيص بدي اقول انا شو نوع الفطور وعلى ضوء لانه فيه فرق كبير وشاسع بين انواع الفطور وفي فرق بين المدة المعالجة والكلفة في انواع من الفطور كلفة معالجة عالية جدا كتير جزء كبير من الناس حتى المليئين ما بيطلع بايدون يغطوا هالعلاج لهالانواع من الفطور الحقيقة اذا اول شي انا بدي شخص بدي حط التشخيص شوف انا امام شو هالنوع من الفطور يا ترى مو بيضات يا ترى اسبرجيلوس مايكور مايكوسز عندي طيف واسع هذا النوع دكتور سريريا لازم نفحص ولا لازم فيه تحليل دموية بدي يقوم بفحوص مخبرية دموية وتشريحية مرضية اوكي او مناخد كمان مثل تشريح مرضي طبعا مناخد خزعة حتى احسن للتشخيص بالجلدية الحقيقة زملائنا اطبال جلدية مجرد المنظر بيعطيهم فكرة انه هذا شو نوع الفطور وعلاجات غالبا موضعية اقل بكتير من العلاجات بالطريق العام فيه علاج اذا بالطريق العام وعلاج موضعي اهم علاج للاصابات المحيطية هي التشفيف انه جفف المنطقة وهوية بشكل جيد وبعدها عن الرطوبة هاي مشان الاصابات البسيطة بالفم والبلعوم بنعمل مسحة او رغرغة اما بالاصابات الواسعة والمنتشرة بدنا ناخد بالطريق العام علاج مضاط فطري طبعا مضادات الفطور مثل مضادات الالتهاب التالي عندي عدة زمر وكل زمراء بتخص نوع معين من هالانواع من الفطور طبعا الفطور موجودة بالبيئة وبالمجتمع معادي نحنا ما منخاف من الفطور نحنا بهمني انه انا يكون ارتكاسي جيد لاي عامل ممرض ومنها الفطور طبعا العامل المناعي مثل ما قلت دكتور هو كتير مهم وبنفس الوقت كمان العامل نفسي بيلعب دور لحتى ادعم هذا الشي لحتى يتم آلية العلاج بطريقة الصحيح والسليم تحت اشراف حضرتك دكتور دعونا ناخد منك نصايح اخيرا كل الاشخاص يحضرونا لحتى يكون الجهاز المناعي صحيح سليم نبتعد عن الفطوري اللي ممكن تصيبه الحقيقة كتير مهم موضوع استعمال الاستيرويد او الكورتيزون استعمال الكورتيزون لازم انا ما استعمله الا لضرورة يعني نحنا هلأ مرئين مرئت علينا كورونا خلال السنتين وفي شريحة كتير من الناس استعملوا كورتيزون هلأ وقت بستعمله انا يوم اثنين ثلاثة طبعا مو يوم اثنين نحنا اقل من خمسة ايام ما بنستعمله وقت بستعمله خمسة سبعة ايام السقف طبع العشر ايام ما بتراجع بشكل تدريجي بس وقت باخده فطرة طويلة هو عنصر مؤهب مهم ما لازم انا الدواء اخده الا تحت اشراف مركز وانا فعلا بحاجة لهذا الدواء اذا ما لي بحاجة للدواء المفروض اني ما استعمل دواء ولو كان الحي ريحني اذا موضوع استعمال الادوية انا عبسا وجوزافا هذا مشكلة كبيرة استعمال الصادات الحيوية في غير مكانة القريب والانفلونزا هدول اصابات فيروسية صادات الحيوية والادوية لا تفيد ابدا فيه شائع للأسف انه والله رشحت قربت راسي وجعني سخنت بركض لعند الصيدة اللي باخد علاج بصاد حيوي هذا خطأ شنيعه كبير كتير هذا بيخليني ادخل بخط لانه الصورة الاولى للمناعة هو وجود مجموعة عوامل حيوية على جسمنا نحن على الأوساط على السطوح على الجلد على الأخشية المخاطئة بكامل جسمنا هاي اسمها الفلورا او زمرة الجراسيم والفطور الطبيعية الموجودة بشكل عادي فانا وقت بضرب هالزمرة لحكون انا ضربت جزء من المناعة اللي هي عم تكون الخط الأول بالدفاع عن الجسم يعني معلومات مهمة كتير اخذناها منك دكتور شكرا كتير لوجودك معنا وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يا دكتور شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة